أهلا بكم عندما نسمع عن ممارسات الشرطة الإسرائيلية أو نشاهد مقاطع فيديو تظهر قمعها وقتلها الفلسطينيين سريعا يتبادر إلى أذهاننا موضوع الفصل العنصري التي تمثل هذه المؤسسة الإسرائيلية جوهرة هي العنصرية نفسها التي عمد عدد كبير من الدول ووسائل الإعلام الغربية إلى تجاهلها لسنوات اليوم بات من الصعب غض النظر عنها أو المرور سريعا بتفاصيلها بعدما باتت على مرءا من شعوب العالم كافة هذا ما يؤكده تقرير مفصل لمنظمة العفو الدولية يسلط الضوء على ممارسات الشرطة الإسرائيلية العنصرية بحق الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل التقرير يشدد على أن الشرطة الإسرائيلية تنظر إلى الفلسطينيين على أنهم أعداء ولا تعتبرهم مواطنين لهم الحق في الاحتجاج وإدعمها في ذلك تعامل القانون الإسرائيلي مع العنف على أنه عمل إرهابي عند أثبات أي تورط فلسطيني فيه فيما يتم التعامل مع العنف كخضية عادية حين يتعلق الأمر بتورط اليهود الإسرائيليين فيه إلى جانب كل هذا وثقت تقرير تصريحات لقادة الشرطة الإسرائيلية تشير عالنا إلى أن الحملة القمعية القاسية ضد الفلسطينيين مؤخرا تتعلق بتصفية حسابات الحقيقة وفق تقرير المنظمة هي أن عناصر الشرطة الإسرائيلية تفلت من المحاسبة بتهمة العنف والعنصرية لأن المجتمع الإسرائيلي اليهودي يوافق على ذلك إذ تعتبر نفسها من المدافعين عن التفوق اليهودي كحق من حقوق اليهود الطبيعية في هذا المضمار تأمل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل بحسب التقرير فتح محادثات مبدئية مع الإسرائيليين حول مسؤوليات الشرطة وحق الفلسطينيين في تأمين أمنهم الشخصي في دولة تزعم أنها ديمقراطية